الدبابات الإسرائيلية تتواغل بشكل مفاجئ شمال قطاع غزة وتحاصر المستشفى الاندونيسي وعشرات القتلى والجرحى بخصف على جباليا حماس تجدد رفضها لإطلاق السراح الأسرى قبل وقف النعب وحديث عن بروزي محمد السنوار كخليفة محتمل لشقيقه يحيى في قيادة الحركة هوكستين يجدد التمسك بالقرار 1701 مع وجوب تغيير بنوده ويكشف عن استمرار التواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المتجددة من الحدث أفاد مراسل الحدث بأن الدبابات الإسرائيلية باتت تحاصر المستشفى الاندونيسي شمال القطاع وتطلق نيرانها على مرافقه بعد تواغلها المفاجئ على كافة الاتجاهات وأيضا كافة أقسام هذه المستشفيات مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الكادر الطبي وهدم جزء من سوري المستشفى الخارجي وشار مراسل الحدث إلى نزوح لأعداد كبيرة من سكان القطاع مع تقدم الدبابات الإسرائيلية في الشمال في ظل انقطاع الطيار الكهربائي داخل المستشفيين وأيضا في ظل دخولها لمدارس النزحينة في شمال قطاع غزة ومخيم النصارات هناك فتحت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الغربية من المخيم ننقل لكم المسهد والصورة من هنا المنطقة الزعتر التي ما زالت تتعرض لعدد كبير جدا من الاستهدافات والغارات الحربية هذا هو المشهد الغازي جدا الذي نتعرض له كل يوم هنا في شمال غزة انتشار عدد كبير جدا من الإصابات أثر استهداف هذا المنزل المكون من عدد طوابق هذا المنزل يسكنه عدد كبير جدا من النزحين لا زالت تواقم الدفاع المدني والصحة تنتشل عدد كبير جدا من الإصابات أثر هذه الغارة العنيفة جدا 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 من تل الزعتر دفاع المدني في غزة عن مقتل ثلاثة وثلاثين شخصا من بينهم عشرون امرأة وطفل وعن إصابة أكثر من العشرات ذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطع وضافت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم الإسرائيلي أسفر أيضا عن تدمير عدد كبير من المنازل والمباني كما أعلن الدفاع المدني عن مقتل خمسة أشخاص في مخيم المغازي وسط القطع اشتركوا في القناة يعني زينا شايفين حاليا كل سكان المنطقة بيحاولوا أنه يساعدوه في إخراج من تبقى تحت الأنقاض تحت أنقاض هذا المنزل المستعدة القابل الخليفة من خيم المغازي منزل مكوّل من عند قوابق هذا منزل سم كبيره بالكامل يرصد لنا خضر زعنون مراسل الحدث من مدينة غزة الآن كل التطورات هناك خضر يصف هذا التطور بالأخطر والأكثر دمارا منذ شهور ماذا في التفاصيل؟ سعلا يعني وفقا لمدير المستشفى الأندوميسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطع غزة الدكتور مروان السلطان أفادنا بأن الدبابات الإسرائيلية باتت تحاصر المستشفى بشكل كامل وقامت بقطع الطيار الكهربائي عنه وأن قوات الاحتلال وفقا للسلطان قصفت المستشفى وخاصة الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذيفتين مدفعية هذه أيضا بعيدة تدمير ما تبقى من الصور الخارجي لمستشفى الأندوميسي في شمال القطع أيضا يقول الدكتور السلطان أن الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار السكان على الرحيل وأيضا الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في القطع بشكل ممنهج هذه أيضا في ظل وقوع إصابات في صفوف الكوادر الطبية وأيضا العاملين في داخل المستشفى بعيدة يطلق النار أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي صوبة عدة أقسام في داخل المستشفى الأندوميسي في بيت لاهيا إلى الشمال من القطع أيضا الاتصال مع التواكم الطبية حاليا في هذه اللحظات أبات مقطوعا ولا نعلم أي الأخبار التي لديهم خاصة مع انقطاع الاتصال المباشر في هذه اللحظات هذا يأتي أيضا في ظل استهدافات متتالية أيضا لمخيم جباليا وبلدة جباليا في المناطق الشمالية من قطع غزة حيث استهدف الطهران الحرب الإسرائيلي وأيضا متسعية الجيش الإسرائيلي مربع سكني كامل في وسط مخيم جبالي هذا المربع الذي يضم منازل لعوائل الحواجر والنصار وأبو الأنش أدى ذلك إلى السقوط على الأقل 33 ضحية وأكثر من 70 أيضا من الجرح والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى العودة وكمال عدوان في جباليا شمال القطع مستشفى العودة أيضا تعرض الطابقين العلويين منه إلى أيضا قصف من قبل متسعية الجيش الإسرائيلي ووفدنا أيضا بوقوع صبات في صفوف الكوادر المطبية محافظة شمال قطاع غزة تتعرض منذ ساعات الليلة الماضية وحتى الآن إلى عمليات قصف من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي بدنا نستمع بشكل واضح إلى أصوات هذه الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي من هنا من مدينة غزة بأحيائها المختلفة أيضا في بقية المناطق حسام هناك عمليات استهداف متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي كان أعناها استهداف منزل في مخيم المغازر هذا المنزل يعود لعائلة شناعة أدى إلى سقوط ستة من الضحايا ونحوها سبعة من المصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى شهد الأقصى في مدينة دير البلاح المجاورة كل الشكر لك دائما خضر نحن سنتابع وإياك دائما كل هذه التطورات والتحديثات كما معي من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون نعت المنظمة من منظمة التحرير الفلسطينية نعت السنوار وصفة إياه بالقائد الوطني الكبير من جانبها جددت حركة حماس لرفضها لمطلب إطلاق صراح الرهائن قبل وقف الحرب وأكد عضو المكتب السياسي للحركة خليل حي أن حماس ماضية في نهجها حتى بعد اغتيال قائدها يحيى السنوار ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن هؤلاء الأسراء لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسران الأبطال من سجون الاحتلال وإننا ماضون في نهج حماس حدد الجيش الإسرائيلي هدفا جديدا بعد مقتل يحيى السنوار قائد حماس وهو شقيقه محمد السنوار أحد الذين شاركوا في اختطاف الجندي الإسرائيلي العطشالية عام 2006 بعد مقتل يحيى السنوار الجيش الإسرائيلي يعلن هدفا جديدا إنه شقيق يحيى محمد السنوار صحيفة تايمز أوف إزرايل أفادت بأن شقيق يحيى السنوار على قائمة الاستهداف رفقة القادة العسكريين الآخرين لحماس وسائل إعلام إسرائيلية وصفت محمد السنوار بأنه شخصية ذات دهاء وأكثر وحشية شقيق يحيى السنوار حسب عدة تقارير إسرائيلية هو قائد لواء خان يونس في كتائب القسام وكان أحد خاطفي الجند الإسرائيلي جلعات شليت كما أنه أحد مهندسي أنفاق غزة وكان له دور في تنفيذ شبكة الأنفاق هذه تحت الأرض حسب التقديرات الإسرائيلية محمد السنوار مرشح لخلافة شقيقه يحيى على رأس قيادة عمليات حماس في وقت وضع الجيش مكافأة مالية قدرها مئتا ألف شيك الإسرائيلي مقابل القبض عليه حيا أو ميتا يحيى السنوار يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أعلن أن الحرب لم تنتهي بمقتل يحيى السنوار وأن ما يجري ليس سوى بداية اليوم التالي لحماس على حد قوله كشفت مصادر الحدث أن يحيى السنوار كان على خلاف مع إيران قبل مقتله بسبب توصية حاولت طهران فرضها عليه وإشارت مصادر الحدث إلى أنه كان يرى أن طهران لم تقدم الدعم اللازم للحركة وأن أيضا السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس في الخارج بسبب توصية إيرانية مصادر الحدث أضافت أنه رفض مؤخرا الخروج مع عائلته مفزة مقابل تسليم الأسرة فيما أوضحت أنه سلم توصيته بشأن صفقة الأسرة لمرافقه قبل مقتله ليس في نفق بل مجندلا تحت نجوم السماء قضى السنوار نحبه وتنحى تاركا وراءه ركاما على مد البصر هذا هو اسمه قالت إسرائيل غدا تسابع من أكتوبر ونثرت أطنانا من المنشورات تحمل صورة يحيى السنوار إنه المسؤول عن قرار الهجوم بدأ حينها وكأن حياة كل من في غزة مرهونة برأس السنوار خاطبتهم حكومة الحرب الإسرائيلية أنقتلوا السنوار أو أبلغوا عنه يخلوا لكم القطاع هذا هو المسؤول الأول عن معاناتكم كان لدى السنوار أعداء أقل بكثير مما لدى نصر الذي طورت بصراعات طائفية بينما زعم متابعون أن السنوار وهو محاط بالدبابات الإسرائيلية كانت فرص نجاته أوفر من هنية وهو في قلب طهران عقب خروجه من المعتقل استطاع السنوار تجاوز القيود الصارمة التي تفرضها القوانين العسكرية على عودة الأسرى إلى الخدمة تحسباً لأخطار محتملة فقبل خروجه تعهد السنوار لرفاقه في المعتقل أن يعود لتحريرهم ويبدأ في التخطيط للهجوم الكبير ومن حيث ظن السنوار أنه قد نجح كانت إسرائيل تسبقه بخطوة تنتظر لحظة الصفر لتشغل آلة القتل والدمار في القطاع وحدة الساحات مجرد شعار فهناك ساحة واحدة فقط وقد سويت بالأرض على ظهرها استلقى السنوار وحيداً قتل السنوار وقد أصبح رقماً بين عدد من أربعة أصفار ولما يتوقف عداد القتل والدمار بعد الآن وقد أدركت إسرائيل ثأرها يأمل الفلسطينيون أن تتوقف الإبادة الحديث عن كل هذه التطورات ينضم إليه الآن ضيفي من رمالله الكاتب والبحثة السياسية الأستاذ أحمد زكرنا أستاذ أحمد صبع الخير ألامك دائماً على شاشة الحدث وعضة التغطية المستمرة لكل هذه التطورات بداية نقف إياك على السيناريوهات المطروحة أمام إسرائيل اليوم هل يمكن لها أن تتخذ من مقتل السنوار مخرجاً لحرب غزة أم أن المآرب الإسرائيلية أبعد من ذلك بكثير؟ صباح الكريم عليك أخي حسامو على مشاهدينك بات من الواضح تماماً بأن الأهداف الإسرائيلية أبعد من ذلك بكثير هذا قاله نتنياهو بشكل واضح وصريح بأن الحرب مستمرة وبعيداً عن كل التصريحات التي نرى فيها التناقض الكبير تحديداً على الجبهة الإسرائيلية والجبهة الأمريكية العاقبة الواضحة والتي لم يعد يختلف عليها إثنين اليوم هو شخص نتنياهو نتنياهو يريد أن يستغل الفرصة المواتية ليذهب بعيداً في الدماء الفلسطينية والعربية بشكل عام يريد إعادة احتلال قطاع غزة لديه مخطط واضح وصريح في التطهير العرقي ونتذكر هنا خطة بايدن التي ذهب بها إلى مجلس الأمن وأتى بالقرار 27-35 هذه الخطة التي قال بايدن أنها خطة إسرائيلية بعد ساعات قليلة خرج نتنياهو ليضع شروط على الشروط التي وضعها وقلل من شأن بايدن وهو الأمر الذي أظهر الإدارة الأمريكية وكأنها بهذا الضغف أمام الحكومة المتطرفة غير أن هذه الحكومة وما تريد فعله والدفع به هو إعادة استيطان في قطاع غزة وهذا يعني بأن المشروع هو مشروع تهجير كل لقطاع غزة وإن كان الهدف الأولي والأساسي المعمول عليه الآن منذ أسبوع أو عشر أيام وهو احتلال كامل شمالي القطاع وهو هدف بالمناسبة ليس جديدا منذ الأيام الأولى يعني هناك تصاعد في العمليات العسكرية في يومين الماضيين كما ذكر لنا أيضا خضر الزعنون مراسل الحدث من داخل قطاع غزة تصاعد لعله الأكبر خلال بضعة شهور أخيرة بالفعل هو ليس مجرد تصعيده هو مجازر نحن نتحدث عن الليلة الماضية 33 من الشهداء بينهم 21 من النساء وبعض أطفال إذن حينما يكون العدد 21 من النساء وعدد من الأطفال ماذا تبقى من الرجال خمسة أو ستة يعني هل يعقل أن تقتل هذا العدد الكبير وتفجر مربعات سكنية بأكملها وتمس بمشفى كما هي مشفى الأندونيسي يعني تضربها بشكل واضح وصريح وتمنع الدخول المساعدات والماء والكهرباء كل هذا وأنت تقول بأنك تريد سلاما هل يعقل وأنه في الخطاب الأخير كان يقول لأهالي غزة أمامكم فرصة أي فرصة؟ هل هي فرصة للموت أم فرصة للحياة؟ وبالتالي بات من الواضح تماما أن نتنياهو يذهب بعيدا في هذه الحرب المجنونة التي باتت بلا سقوف والتي يتضح من المعطيات الموجودة على الجبهة الشمالية على سبيل المثال على الجبهة لبنان بأنه سيتورط ويورط المنطقة بأكملها وربما الولايات المتحدة الأمريكية في حرب لا يدري أحد إلى أين يمكن أن تصل علما بأن الفرصة الآن أعتقد باتت في الملعب العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هناك فرصة كبيرة تستطيع اليوم المملكة العربية السعودية أن تخرج الأزمة معها مصر وقطر والإمارات وتركيا هؤلاء الخمسة تحديدا لديهم فرصة تاريخية لن تتعود هذه الفرصة تكمن في أولا قطع الطريق على حركة حماس للعودة إلى الحضن الإيراني يمكن اليوم أن يحتوى حركة حماس على المستوى السياسي ويدفعوها إلى العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على تقوية منظمة التحرير الفلسطينية والدفع بها إلى الأمام في ظل قيادة السعودية إلى فكرة الاتحاد الدولي كان هناك اجتماعات ضمن منظمة التحرير كان هناك اجتماعات بين حركة فتح وأيضا قيادات من حماس لمحاولة للتفاهم على عدد من الملفات هل مقتل السنوار عقد هذه المباحثات برأيك أستاذ أحمد بصريح العبارة رحم الله الرجل لا نريد أن نضعه الآن ولكن على العكس تماما لربما يكون قد سهل الطريق لماذا أقول لك لماذا لأن الخلفاء المرشحين للسنوار خليل الحية خالد مشعل حتى محمد السنوار وهو بالمناسبة ربما لا يكون عليه إجماع في المكتب السياسي وليس في الميدان في الجناح العسكري لديه فرص ولكن في المكتب السياسي لا فرص لديه كبيرة كما هي فرص خليل الحية أو خالد مشعل ولكن خليل الحية تاريخيا ليس بقوة خالد مشعل على سبيل المثال وقد يكون ولديه علاقات جيدة أو طيبة أو متوسطة مع الإيرانيين وهذا يعني بأن ستراوح الحركة مكانها إن جاء خليل الحية في العلاقة مع الجناح الإيراني أما خالد مشعل والذي يعني يحسب على طيار الإخوان المسلمين علينا أن ننتبه بأن الإخوان المسلمين في المنطقة برمتها قد سقطوا وهذا يعني بأنه بات الأقرب إلى دول الاعتدال إلى مصر والسعودية وقطر وهؤلاء وبالتالي المرشحين الآخرين موسى أبو مرزوق حضوضه قليلة محمد الصنوار يعني استمرار الحال على ما هو عليه وهذه المجابعة وعليه الاقتراح الذي أقدمه أنا هو نحن وهم تستطيع القيادة السعودية اليوم وهي تريد اتحاد دولي لإقامة الدولة الفلسطينية أن تدفع باحتواء حركة حماس من خلال علاقة قطر ويوصفها دولة محيطة وعلى علاقة كبيرة مع حركة حماس اليوم اختيار قائد جديد لحركة حماس هل سيعطي رسالة معينة من ناحية الإجماع ومن ناحية العلاقات إن كان الجانب الإيراني وغيره لإسرائيل وهل إسرائيل في بداية الأمر هي معنية في أن تتلقف أي من الرسائل لحركة حماس أم أن الأجندة الإسرائيلية ستكون منفصلة عن الترتيبات الداخلية في غزة هذا سؤال في غاية الأهمية وأشكرك عليك أستاذ حسام هذا سيعر الموقف الإسرائيلي وسيضع الموقف الأمريكي في مأزق خاصة بأن لدى الإدارة الأمريكية الحالية يضغطها إلى أيضا من الداخل سواء من اللوب السوهيوني أو من الداعمين للقضية الفلسطينية أو من الأوروبيين وبالتالي سيضعون أو سيحشرون شخص نيتنياهو وحلفائه في الولايات المتحدة في منطقة ضيقة لا يمكن الخروج منها وهو المعيار الذي سيقول إما أن تبقى حركة حماس على ما هي عليه في المحور الإيراني علما بأن المحور الإيراني هو إيران نفسها طهران نفسها بدأت في التراجع خطوات إلى الخلف هي ترسل وزير خارجياتها اليوم إلى كامل الإقليم كي تخفف من ردة الفعل الإسرائيلية وتضغط على حزب الله وعلى الملف اللبناني كي يقبل بالقرار 17-01 وهو القرار كان المرفوض من حزب الله وهذا يعني بأن الخلاف الذي كان لم يعد قائما غير أن ما جاء في تقريركم قبل قليل بمحاولة الضغط على السنوار قبل استشهاده لاتخاذ بعض المواقف يوضح تماما بأن الأهداف الإيرانية وهي تتقاطع بالمناسبة مع الإسرائيلية لم تكن في صالح القضية الفلسطينية أو في صالح الشعب الفلسطيني إن لم تدرك ذلك حركة حماس في هذه اللحظة الحارجة هي تقف على مفترق طريق وتعلم أن موقفها على المستوى الداخلي لم يعد جيدا وأيضا علاقتها في الإقليم لم تعد كما كانت واستمعنا جميعا إلى توتر العلاقات مع الدوحة قبل أشهر قليلة وكذلك مع إسطنبول مع تركيا وبالتالي على حركة حماس وعلى المجموعة العربية أن تساعدها اليوم وتساعد منظمة التحرير الفلسطينية للعودة وإعادة الاعتبار للمنظمة ولحل الدولتين ولحل المسار السياسي بهذا الشكل وبهذا الضغط يمكن أن تغلق المجموعة العربية الطريق على نيتانياه ولماذا اخترنا وقلنا قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا لأن هؤلاء اللاعبين في المنطقة هم الأكثر تأثيرا على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي في المنطقة ولكل منهم علاقات بجميع الأطراف سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني كما عامل رمال لضيفي من هناك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد زكارنا شكرا جزيلا لك مرة جديدة إلى لبنان حيث يسود الهدوء لليلة ثالثة على التوالي في بيروت وفي ضحيتها فيما تتكثف حدة القصف والمواجهات على جبهة الجنوب حيث أفادت مراسلة الحدث بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات متواصلة طالت ثلاثة منها طالت بلدة الخيام الجنوبية وأخرى في مناطق قضاء صيدة وأعلن حزب الله أنه استهدفت جمعات للجنود الإسرائيليين على جنبي الحدود وعن خوض معارك من مسافة صفر وعلى الجانب الآخر أفاد مراسل الحدث باختراق المسيرتين لأجواء شمالي تل أبيب وكذلك هضبط الجولان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصف المتحدث باسم اليونيفل الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من قرى الخط الأزرق بالصادم مؤكدا تعرض مواقع القوات الأممية للاستهداف المتكرر ما عرض عناصرها للخطر لكنه أكد في الوقت ذاته أن البعث لن تخضع للأوامر الإسرائيلية بالانسحاب إن الدمار الذي لحق بالعديد من القرى على طول الخط الأزرق وحتى خارجه أمر صادم لقد استهدف الجيش الإسرائيلي مواقعنا بشكل متكرر مما يعرض سلامة قواتنا للخطر بالإضافة إلى قيام حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من مواقع قريبة من مواقعنا وهو أيضا يعرض قوات حفظ السلام التابعة لنا للخطر لقد طلب من التحرك من بعض المواقع على طول الخط الأزرق لدينا حوالي 29 موقعا قريبا جدا من الخط الأزرق بما يصل إلى 5 كيلو مترات قررنا عدم القيام بذلك ومن المهم أن يظل علم الأمم المتحدة مرفوعا هناك لأننا موجودون هناك بناء على طلب مجلس الأمن تم استهدافنا خمس مرات وكان هجوما متعمدا وأصيب اثنان من جنودنا في أحد الأبراج كما أصيب موقعان آخران بالقرب من الخط الأزرق أبدأ عدد من السياسيين اللبنانيين ندعمهم لموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي والذي ندد بالعرض الذي قدمه رئيس البرلمان الإيرانية إلى فرنسا للتفاوض على تطبيق القرار 1701 في لبنان وشد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بكلام ميقاتي الذي وصف العرض الإيرانية لفرنسا بالتدخل الفاضح ومحاولة تكريس الوصايا المرفوضة ما اعتبر أن ما أدل به يعتبر ويعبر عن وجهة نظر كل اللبنانيين ويشير إلى أن الدولة اللبنانية بدأت تتحمل مسؤوليتها باحة خلفية اعتادت إيران المرورة فيها واللعبة كما أرادت غير أن التدخل الأخير لرئيس برلمانها محمد باقر قلباف بشؤون لبنان وصف بالفاضح والمتجاوز لأي خطوط حمر مرسومة حين وضع نفسه بموقع المفاوض المباشر عن لبنان مع فرنسا فيما يخص تطبيق القرار 1701 فراغ سياسي مزمن في لبنان لم يبرر للمسؤول الإيراني انتزاع الصفة ليخرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن صمته مستغربا التصريحات الإيرانية ووصف التدخل بمحاولة لتكريس وصاية مرفوضة ميقاتي طلب من وزير خارجيته كذلك استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للاستفسار أولا حول التصريحات ولإبلاغه ثانيا بالموقف اللبناني في هذا الصدد رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد انفراد الدولة اللبنانية بموضوع التفاوض بشأن تطبيق القرار الأممي مطالبا جميع أصدقاء لبنان بدعمه في هذا التوجه والضغط على إسرائيل لوقف النار عوضا عن السعي لفرض وصاية جديدة وفق تعبيره موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1-701 تتولاه الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية كانت قد أبدت استعدادها لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار هذا القرار صدر عن مجلس الأمن في أغسطس 2006 بهدف إنهاء حرب الأربعة والثلاثين يوما بين إسرائيل وحزب الأه أبرز بونوده وقف فوري للأعمال القتالية انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر اليونيفل والدولة اللبنانية لقوتهما في مناطق الجنوب اللبنانية تحدث المبعوث الأمريكي للبنان أموس هوكستين خلال منقابلة تلفزيونية عن ضرورة تعديل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي اعتبر أنه ركيز لضمان الأمن على الخط الأزرق وشدد على ضرورة مغادرة القوات الإسرائيلية لإراضي لبنان في أسرع وقت مشيرا إلى أنه على تواصل مع القادة السياسيين اللبنانيين لوضع آلية لوقف الحرب وشدد المبعوث الأمريكي على أن الوقت قد حال لملء الفراغ الرئاسي محملا رئيس البرلمان نبيه بر مسؤولية العمل على ذلك الحديث عن هذا الموضوع ينضم إليه الآن ضيفي من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إليلياس دكتور إليس صباح الخير أهلا بك دائما على الشاشة الحدث وفي التغطية المستمرة لكل هذه التطورات بداية نقف وإياك على الزيارات السابقة خلال فترة عام كامل للمبعوث الأمريكي والذي حث فيها المسؤولين اللبنانيين ولسيما أيضا حزب الله على ضرورة تطبيق الألف وسبعمائة وواحد وأيضا الانسحاب لكل الميليشيات وتسليم السلاح اليوم ومع مرور الوقت وعدم الاستماع للنصائح المبعوث الأمريكي دخل لبنان على ما يبدو بنفق مظلم وأيضا خسر العديد من الجنوبيين منازلهم إن قام مرة جديدة لمعبوث الأمريكي بإصدار التحذيرات بضرورة الالتزام بتعديل ألف وسبعمائة وواحد برأيك هل سيكون له أذان صاغية في لبنان أم سيتكرر مرة جديدة التاريخ في لبنان سبح النور طبعا ما أدل به النبعوث الأمريكي البارحة في المقابلة إذا أردنا نطعه في إطاره الشكلي يعني ليس هذا ما يقولون يعني رسالة رسمية من الحكومة الأمريكية ولكن تمنيات مبنية على خبرته طوال هذه السنوات التي كان يقوم بالمفاوضات ومحاولة إجارة الحلول بعد المشاكل العالقة بين الحكومة اللبنية أو الدولة اللبنية والدولة الإسرائيلية ولكن أموس هكشتين في تصريح البارحة يدعون إلى التفكير وطرح سؤال في المقابل إذا هذه الحكومة وهذه السلطة التي خلال سنة كاملة منذ بداية الحرب في غزة وبداية حرب الإسناد في الجنوب في اليوم التالي لبداية الحرب في غزة لم تستطع أن تفرض على حزب الله أي قرار أو أقله طلب أن يحترم القرار الدولية وخصم القرار سباة سفر واحد ولا يقوم بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل لكي يحمي اللبنانيين ويحمي الأرض اللبنانية والشعب اللبناني لا أعتقد أن في هذه اللحظة حيث أن كل الضمانات الدولية سقطت ليس هناك فعلا من أي محاولة جدية إقليمية أو دولية للوصول إلى وقف إطلاق أمار بين لبنان وإسرائيل تاني أكون دقيق أكثر بين حزب الله وإسرائيل وبالتالي لا أعتقد أن ضغط أموس هاكشتاين يرجو منه أي محاولة عملية على الأرض وإلما يحاول أن يصر رسالة ليقول أن الطبقة السياسية الحاكمة اليوم في لبنان إن كانت تتمثل فيه رئيس الوزراء نجيد ميقاطي أو رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يستطيعون تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة وعندما يقول أن هذا القرار الدولي يحتاج إلى تعديل هنا ندخل في إطار مختلف وفي مصار مختلف لا يستطيع لبنان وحده أن يعدل أي شيء في قرار دولي هذا بحاجة لبنان ما التعديل مقترح برأيك؟ ما الخيارات أمام تعديله؟ وهل وضعه تحت الفصل السابع أمر ممكن برأيك؟ تماما تماما هذا هو الذي يخشع الأكثر حزب الله ومن خلفه إيران حتى منذ العام 2006 بعد إيقاف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب تموز في 2006 كان النقاش فعلا جدي عند القوى اللدنانية المختلفة أنه لماذا لم يدخل تنفيذ القرار 1701 تحت البند السابع وكل الأجوبة كانت أن حزب الله لم يكن مستعد أن يعلن إيقاف الحرب إذا كان هالقرار سوف يطبق تحت البند السابع وحاولت حكومة السنيورة أن تجد إخراج ما أن هذا القرار هو تحت البند السادس وزائد نصف كما يقولون يعني على الطريقة اللبنانية للأسف وانتهينا كما انتهينا في دمار لبنان عام 2024 في دمار بيروت في تهجير أكثر من مليون ونصف لبناني حوالي ألفين قتيل حتى هذه اللحظة يعني لم تكن كما يقولون ناجحة هذه الخطة أما الآن في حديث أمساكشتين نستطيع أن نقول أن التعديل المطلوب هو الفصل السابع وهذا يعني تخلي حزب الله عن مطلبه بإبقاء ترسنته العسكرية وهنا لأنه سيصبح بمواجهة ليس فقط إسرائيل إسرائيل افترضنا أن هناك تطبيق لهذا القرار تحت الفصل السابع سوف لن تكون هي بالمواجهة سنجد الآن الفرنسيين، الألمان، الإيطاليين، الصينيين أيضا ومجموعة كبيرة من الدول التي لديها فرق عسكرية ضمن القوات حفظ السلام في الجنوب دكتور تفضل بالبقاء معي سنعود لمناقشة كل هذه النقاط وإياك ولكن اسمح لي أن أتابع هذه الأخبار العاجلة التي ارترد على شاشة الحدث وهذه المشاهد أيضا التي أوردها مرسلنا قبل قليل باختراق ثلاث مصيرات للأجواء الإسرائيلية فوق تل أبيب وكذلك أيضا فوق هبط الجولان المحتل حيث تم تفعيل صافرات الإنذار على إثرها هذه هي المشاهد وذلك في مناطق نهاريا وخليج حيفا هذه إذن معكم مشاهدين الصور الأولية للمسيرات التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية قبل قليل المسيرات التي اخترتهاها meng示ها جواناتها حق صعга للمسيراتكم الأسرائيلية قبل ق스�进しま甩تها قبل 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 قيمة أعوبي أشعق اشتركوا في القناة اذا تبعنا وإياكم هذا الصوت الحي لهذه الفيديوهات التي رصد خلالها تم رصد في هذه الفيديوهات المسيرات الثلاثة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية ذلك باتجاه تل أبيب وأيضا في مناطق أخرى تم الاختراق عبر هطبة الجولان المحتل في الأثناء أيضا نتابع وإياكم مشاهدين التطورات داخل قطاع غزة حيث تشير الأنباء هناك عم قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة ونتابع وإياكم إذا هذه المشاهد ستكون الحدث دائما نوعكم في هذه التغطية مشاهدين لمتابعة كل هذه التطورات لحظة بلحظة وساعة بساعة أعود مرة جديدة إلى ضيفي من بيروت الدكتور إلي إلياس دكتور إلي كنا نتحدث عن تعقيدات أي تعديل يمكن أن يطرأ على الألف وسبعمائة وواحد ولسيما ما يتطلبه هذا التعديل لاجتماعات أممية ولسيما مجلس الأمن وأيضا خيارات اللجوء إلى الفيتو إلى أي مدى يتعقد هذا المشهد بالنظر إلى الصراعات الدولية ولسيما التطورات بين أوكرانيا وروسيا هناك دائما محاولة لربط الصراع الذي يحصل في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا بما كان يجري في غزة أو الذي يجري في غزة وأيضا فيما يجري في لبنان ولكن في الواقع اللبناني أو في الحالة اللبنانية دائما هناك حين تتصاعد الأمور على هذا المستوى كما نشهد منذ تقريبا الخمسة السابيع أو الأسابيع الستة هناك دائما نجد تعاطف إلى حد كبير في ضرورة إخراج الساحة اللبنانية من هذا الصراع لعدة أسباب منها علاقات لبنانية التاريخية منها دور لبنان التاريخي دور فرنسا المصالح المتعاقدة والمتشابكة في هذه المنطقة دور الأمريكيين دائما في هذا المصار يكون بالحد الأدنى إيجابي جدا في محاولة لحماية لبنان وللأسف حالة لبنانية أو الواقع اللبناني مرتبط ليس من الجهة الغربية في تعقيدات الجهة الغربية أو ما الذي يحصل في أوروبا إنما مرتبط في ما يحصل مع إيران يعني علاقة دول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وهنا الإزدواجية الموجودة على الساحة اللبنانية تعطي لبناني هذه الفرصة ولا أتكلم بطريقة إيجابية لا تفهمني خطأ ولكن هناك إزدواجية بمعنى أن السلطة لا تريد أن تكون بالمحوى الإيراني ولكنها متعاطفة ومتحالفة مع حزب الله تحاول دائما إيجاد مخرج كما يحصل في الآونة الأخيرة أنهم يطالبون في 7.01 ولكن لا أحد في المجتمع الدولي يأخذ هذه المطالب بشكل جدي لأنهم يعلمون أن حكومة لا تستطيع أن تنافذ وبالتالي لنعود إلى سؤالك ممكن في لحظة تاريخية ممكن في لحظة سياسية إقليمية ولكن لا أعتقد أنها قريبة أن يجتمع مجلس الأمن وفعلا يطرح على تصويت قرار دولي جديد مختلف عن 7.01 ليس في المضمون ولكن في آلية التنفيذ وأن تكون الأمور أسهل باعتقاضي أسهل لتمرير هكذا لأن كل الدول تطالب بتنفيذ هذا القرار لأنك اختلاف على الآلية وبالتالي ممكن أن يكون هذه الفرصة ولكن ليس قبل الانتخابات أو الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل شك لك دائما دكتور كم معي ضيفي من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث ودراسات الاستراتيجية دكتور إليلياس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينشر مزيدا من الجنود على الجبهة اللبنانية كاشفا عن استدعاء لواء طياطي جديد وفقا لتقييم الوضع وبحسب الجيش فإن هذه الخطوة تأتي لتسريع إعادة سكان الشمال إلى منازلهم فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إختارا جديدا بالإخلاء لسكان 23 قرية على بعد 30 كم من الحدود جنوب لبنان وطلب منهم التوجه نحو شمال نهر الأولي ترجمة نانسي قنقر نقلت وكالة رويتز عن مصادر أن إسرائيل لا تفكر في هدنة بغزة قبل تأمين حدودها من أي هجمات مستقبلية واضحت المصادر أن إسرائيل ستكثف من حملتها العسكرية للحق أكبر ضرر بحماس وحزب الله بحسب الوكالة وأنها تريد تحقيق المكاسب الاستراتيجية بعيدة المدى في غزة ولبنان وإنشاء المناطق العزلة في غزة ولبنان لتأمين الحدود أعربت الأمم المتحدة عن أملها في توصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد مقتل قائد حماس يحيى السنوار شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنطقة تمر بمعطف حرج يجب اغتنام الفرصة لإسكاة الأسلحة وإطلاق سراح الرهائن أستطيع القول إن الأمين العام للأمم المتحدة مهتم بأن يؤدي مقتل السنوار إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة المنصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تورو وينسلاند قال بعد مقتل يحيى السنوار يجب اغتنام الفرصة لإسكاة الأسلحة وإطلاق سراح المحتجزين ودعا إلى الحوار والتوصل إلى اتفاق الحديث عن كل هذه التطورات ينضم إليه الآن من القاهرة ضيفي من هناك أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الأقليمي والدولي الدكتور أحمد شحاد دكتور أحمد تحية طيب أهلا بك دائما على شاشة الحدث في التغطية المستمرة لكل هذه التطورات بداية نخف وإياك على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة والتي نقلتها وكالة روتز للأنباء عن رغبة إسرائيلية ومخططات إسرائيلية لتأسيس المناطق العازلة في لبنان وغزة بداية نخف وإياك على هذه التعقيدات ببعدها الأممي والدولي وأيضا الموقف الدولي من هكذا استراتيجية يمكن لها أن تسيطر على أراضي لدولة مستقلة كالبنان وأيضا لصراع مستمر في خطاع غزة طوال هذه السنوات أولا صباح الخير على حضركوا على سيد المشاهدين يعني المشهد في هذه المرحلة يعني إسرائيل بعد النجاحات الأخيرة واستغلالها لما حدث في 7 أكتوبر وتجاوز رد الفعل والتحرك لمخططات أبعد ساعدها بشكل كبير فرق الإمكانيات القتالية والدعم العسكري المطلق كما رأينا جميعا من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخطط أوسع وتقسيم قطاع غزة في المقام الأول إلى قطاعات منفصلة الشمال والوسط والجنوب وإنشاء مناطق عزلة وفي بداية الحرب تم التأكيد أو تم تصدير هذه الأفكار أن يكون هناك منطقة عزلة تتراوح ما بين كيلو إلى 3 كيلو على الاتجاه الشرقي للقطاع القطاع أعتقد أن هناك منطقة عزلة أخرى تكون في اتجاه الشمال ما بين الأراضي أو في اتجاه الشمال بداية من جبلية إلى أعلى في أقصى الشمال هذا الموضوع تم طرحه مسبقا ولكن مع تطور الأوضاع وسيطرت إسرائيل بشكل كبير على البعد الميداني أو الأوضاع الميدانية على الأرض بدأت تنفذ هذه الفكرة واستغلت فكرة خطة الجنرالات التي تم طرحها لتحقيق هذا المبدأ بعزل الشمال أو تفريغ الشمال من سكانه ونزحهم إلى اتجاه الجنوب هذا الفكر فكر بيؤكد أن هناك توجه احتلالي جديد وتقسيم هذه المنطقة إسوة بما حدث في الضفة الغربية بعد أسلو ولكن بأسلوب أكثر تعقيدا وأكثر سيطرة واستغلالا للنجاحات الأخيرة من استهداف القيادات للمقاومة على كافة المساواة حتى الصنوار ولا أستبعد أن تكون هذه القطاعات من الممكن أن تتطور إلى هناك جدارات عازلة يتم السيطرة عليها مستقبلا لفرض ترتيبات أمنية تسمح لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع في هذا النهج بالتوازي مع التحرك اتجاه الشمالي اتجاه لبنان بفرض منطقة عازلة تسمح وزيادة الطموح العسكري مع النجاحات القبرى المتسارعة التي لم يتوقح الإسرائيليين أو جيش الإسرائيلي نفسه بداية من البجر إلى الوصول إلى استهداف حسن نصر الله الموقف الدولي أمام هكذا المخططات التي شرحت لنا الآن والتي ستكون على حساب أراضي اللبنانيين ومنازل اللبنانيين وأيضا الغزيين على الشريط الحدودي إن كان في لبنان أو غزة الفكرة الرئاسية بالنسبة أتفق مع حضرك في النقطة بالنسبة لغزة ولكن لبنان لها خصوصية وكان لها تجربة عملية واسعة لها خصوصية في تركيبتها وتدخل الدول الكثيرة لها مصالح ولها دعم لتواقف داخلية حتى إسرائيل لا ترغب في احتلال لبنان ولكن هي تنتقلت من فكرة أنها تريد تأمين المستوطنات في الجبهة الشمالية مع النجاحات التي ذكرتها إلى فرض منطقة عازلة والارتفاع بصقف الطموح العسكري لعزل حزب الله أو سلاح حزب الله وفرض وقع سياسي أمني في هذه المنطقة تحت رعاية المنظمات الدولية فهذا الموضوع ليس هناك رغبة لإحتلال لبنان ولكن في نهاية الحرب أو نهاية المخططات الإسرائيلية تريد أن تضمن كل أعداءها المباشرين سواء حماس لا تنتهي على الأقل لفكرة تكسير العظام أو استعادة قوتها مرة أخرى تحتاج لسنوات فهذا يؤمن إسرائيل لسنوات طويلة في نفس الوقت اتجاه حزب الله تؤمن أيضا الخطر في واستغلال الأجواء الانتخابية الأمريكية من الممكن أن توجه ضربة مباشرة لإيران كأحد أهم أعداء في المنطقة هي وأزراعها فهي تستغل الموقف وتريد أو ترى في قناعة كاملة أن هذه الأجواء التصعيدية المثالية لتنفيذ بخطة التخلص من هذه الأعداء المباشرة وفرض ترتيبات أمنية جديدة تسبت بها الحالة الاحتلالية وتؤمن بها أي مخاطر تتعرض لها وتبمن في هذا الإطار دعم الوقت المتحدة الأمريكية سواء الإدارة الحالية أو الإدارة المستقبلية نحاول بحث السيناريو في لبنان على سبيل المثال بعض الترجحات تشير إلى أمكانية تعديل القرار 1701 برأيك هل يمكن تعديل هذا الخرار نحو وضعه تحت الفصل السابع أم أن الترتيبات الدولية لا تسمح بذلك حتى الآن أعتقد أن من الممكن أن يحدث ولكن ليس في القريبة العاجل وستكون إسرائيل جزء من تنفيذ هذا المخطط بشكل غير معلن بمعنى عند نجاح إسرائيل في إضعاف حزب الله وتكسير وهجم بنياته التحتية وفرض واقع له بعدم قدراته على الاستقاظ أو أعادة التوازن مرة أخرى من هنا ممكن لوقات المتحدة الأمريكية تعرض هذا الموقف وليس إسرائيل تعرض الموقف على مجلس الأمن لتعديل 1701 خاصة بعد انتهاء الحرب في هذه المنطقة الشمية أو في جنوب لبنان هناك سيكون جلوس على طاولة المفاوضات وفرض واقع جديد هنا أعتقد من الممكن أن يتم الطرحة أن هذه المنطقة الحدودية وبما يخص حزب الله تضع تحت بند السابع من خلال أن هذا هي كثيرا من الدول تعتبرها جماعة إرهابية ومن ممكن استهدافها من خلال تحالفات دولية وخلافه سياقف العائق الوحيد هو روسيا والصين في هذا المشهب من تمرير هذا التحرك أو هذا التوجه في حينه كل الشكر لك دائما دكتور على كل هذه المعلومات والإضافات كان معي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات إذن ننهي هذه الساعة بخبر بعيد عن غزة ولبنان حيث عادت عائشة القذافي ابنة معمر القذافي إلى الواجهة من جديد بعد ظهورها في معرض فني تستضيفه العاصمة الروسية موسكو عرضت فيه لوحات أرادت من خلالها التعبير عن وجعها نتابع لوحات ليس لها عنوان أو وصف يستطيع المرء قراءتها وفقا لإحساسه الداخلي بهذه الخطوط العريضة وصفت عائشة معمر القذافي مجموعة لوحاتها ضمن معرضها الأول في العاصمة الروسية والذي يحمل عنوان ابنة ليبيا كما تعلمون أن تم تصنيف صوتي جريمة فلذا أردت أن تحمل أعمالي الفنية صوتي وكلماتي ومذكراتي هذه الأعمال تم عرضها سابقا في معارض سابقة ولكن أحببت أن أنشر لأول مرة عمل فني خاصة أنه يصادف بعد أيام ذكرى مقتل أبي وأخي أنشر هذا العمل الفني لأول مرة في معرضي في موسكو لكي أبين هذه الجريمة وأوثقها بعمل الفني القائمون وزوار المكان لاحظوا أن اللوحة المشبعة بروح الثقافة العربية تعكس واقع الحياة الحديثة في الشرق الأوسط أعمال فنية جمعت ما بين التعبيرية والرمزية وتضمنت حبكات معقدة تتجاوز الإدراك البصري البسيط الأعمال رائعة وتثير في نفسه الأحاسيس بحيث توجد لوحات فنية وغير فنية ويمكن تمييزها عبر الأحاسيس التي تثيرها في داخلك وعندما يحدث ذلك فهذا فن حقيقي ووفقاً للقيمين على المعرض فإن لوحة عائشة تتمثل شهادة واضحة على قوة الإبداع نسوي الفريد وبين اللوحة والأخرى تجد نافذة على علم من الأفكار والمشاعر ودعوة للحوار حول الحب والحياة والخسارة عبدالجواد الرشد الحداث موسكو بهذا نصل لكم إلى ختمي هذه الساعة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة